أهلا بحضرتكم مشاهدينا الكرام خلال الحلقات السابقة من برنامج الحوار الوطني نقشنا مع ديوفنا تفاصيل ودلالات دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوة والأحزاب والطائرات السياسية والشباب أيضا لحوار وطني شامل دون تمييز أو استثناء في خطوة نحو بناء الجمهورية الجديدة الحقيقة لقت هذه الدعوة ترحيب كبير ودعم من الأحزاب المختلفة وكذلك الهيئات والنقبات وبدأت نقشات موسعة استعدادا لجلسات الحوار الوطني خلوني في البداية أرحب بزميلي أحمد أبو زيد الهيكون معي في هذا النقاش حول هذه الدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء الحوار الوطني ويكون فيها دفنا الأستاذ الصحفي عبدالحليم أنزيل أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ عبدالحليم أهلا بحضرتك سيد عبدالحليم أهل السياسة دوما خصوصا في الفريق الذي لا يكون في الحكم صاحب رؤية حالمة قدرة كبيرة على التنظير قدرة كبيرة على إبداء الملاحظات عندما نتحدث عن حالة جادة لحوار سياسي أو حوار وطني ما هي الأسس الواقعية التي حتى لو نحت بنا بعيدا نوعا ما عن الرؤية الحالمة الكبيرة ما الأساس الجادة للواقع الذي يمكن أن يقوم عليه هذا الحوار يعني عموما بالنسبة السياسة بصفة عامة وظيفتها تحقيق ما تيسر من أحلام إلى أهداف في التاريخ فأنا أفضل الحديث عن أهداف في التاريخ بدلا من الحديث المجرد المطلق في الأحلام الحوار ضرورة بصفة عامة كل يوم ومعنى ذلك أن تكون مسالك الحوار مفتوحة مسالك الحوار مفتوحة لابد المجتمع في رأيي المجتمع المصري أن يتنفس بصورة طبيعية وليس بصورة صناعية وبغير أوسية أن يتنفس لنفسه وبنفسه لا يجب أن يظن امرأه مهما كان موقعه أنه ينوب عن الناس أو أنه يرى أفضل من الناس يقول رأيه فيؤثر بقدر ما فيه من صحة وقبول الحوار الوطني هذا التعبير استخدم في تاريخ مصر الحديث أكتر من مرة لا نريد أن نغرق في التاريخ لكن حينما اقترب هنجد أن في نصف الثاني من تسعينات القرن العشرين جرت إقامة محفل باسم الحوار الوطني وفي عام 2005 جرت إقامة محفل آخر باسم الحوار الوطني كلهما للأسف كان مضيعة للوقت والجهد ولم يسفر عن أي شيء بل الذي جرى فعليا حالة أعظم من التدهور قادتنا إلى ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 ثم ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 وطبعا لو أن هذا ليس موضوعنا كل محاولة للفصل بين هذان التاريخين هي محاولة مضادة للدستورة فيها معنى الخروج عن نظام السياسي اتنين لو لا 25 يناير ما كان 30 يونيو وطبعا هناك محاولات للانتحال الصفة محاولات من الإخوان لانتحال صفة 25 يناير ومحاولات من الفلول لانتحال صفة 30 يونيو بلغة أخرى هناك محاولات من جماعات الإرهاب لانتحال صفة 25 يناير ومحاولات من جماعات الفساد لانتحال صفة 30 يونيو 2013 والفساد والإرهاب صنوان لا يفترقان وغذي بعضهما البعض وهما مرض نظر لنعاني منه ومن آثار في السياح ده الحوار الوطني ضروري ليس ضروري بمعنى أنني أرى أو هذا يعني رأيي الشخصي أنه خلال فترة الفائتة أكيد جرت إنجازات يراها حتى الأعمى هذه الإنجازات فيه ورشة عمل هائلة جدا فيها ملايين الناس وانتصت قدراً كبيراً من البطالة هناك محاولة لزرع أمل في المشتد وطبعاً هذه الإنجازات ليست كما يشع فقط معنى عقاري طبعاً فيها المعنى العقاري مدن جديدة ثورة الطرق فيها معنى زراعي فيها بعض المعنى الصناع من هذه الزاوية أنا أرى أنه كل إنجاز وأنا أسلم بأنه جرى إنجاز لا يمكن أن تغفل ذلك الخلاف حوالي ترتيب الأولويات أو غيره هذا أمر آخر مما يدفع للتسليم في ظني بالمقولة التالية كل إنجاز بينطوي على تحدي آخر لأنه بعد فترة هائلة من الركود والغياب عن التاريخ منذ ما بعد حرب أكتوبر 1973 واستبدال النظام بالحطام وخرجت مصر من سباق التاريخ عشان تستأنف العودة إلى سباق العصر من جديد لابد أن نرى أنه كل إنجاز بينطوي على تحديات مضافة بمعنى أكثر وضوحاً وهذا الكلام لا أقول بمناسبة دعوة الرئيس مبادرة الرئيس فقط للحوار الوطني قلت من قبل كثيراً وفي هنا وفي غير مكان قلت إن في خمس تحديات عنوانها واحد تأكيد لاستقلال الوطن اتنين أولويات تصنيع الشامل ثلاثة رد الاعتبار العدالة الاجتماعية أربعة كنس إمبراطوريات الفساد خمسة فتح المجال العام وإطلاق الحرية وهنا هذه الأهداف هذه التحديات الكبرى التي تواجه مسيرة التقدم في مصر مسيرة العمل الوطني في مصر أنا لا أطرح هذه الأهداف بطريقة ميكانيكية واحد بعد واحد بلنما بطريقة متوازنة وهنا في فتح المجال العام أعتقد أن الملف السياسي أو ما يمكن أن يقله الملف السياسي يجب أن تكون له أولوية المطلقة أولوية المطلقة لي أولوية المطلقة لسبب بسيط جدا رئيس السيسي قبل شهور أعلن إنهاء حالة العمل أعلن إنهاء العمل بحالة التطور وطبعا في ذلك الوقت أنا أعتقد أن هذا فرض أسئلة تتعلق بمعدلة الأمن والحرية ده معنى لا أحد ينكر أن هذه ظاهرة إرهابية تحت البلد وهذه الظاهرة الإرهابية كما قال الرئيس السيسي نفسه في اجتماع مع الإعلاميين قاوم الإعلاميين قبل أسابيع في توشكا قال بوضوح أن هذه الظاهرة بدأت خمس سنوات قبل 2011 ومن هنا عاوزين يعني أنا أسلم بأن الثورات عموما من طبيعها للطراب يعقبها جوي من الالطراب الأمن لكن ليس صحيحا أنها خلقت ظاهرة الإعلام هي كشفت الغطاء كشفت الغطاء واللي حصل أنه هذا البلد استنزف أو قاوم أو كذا أو كذا ولاجب أن نخلي من بالنا أو من خيالنا دائما أنه ما فيش حالة إرهابها تحصل لا ممكن تحصل في أي وقت أنا بتكلم عن ذروة أو شكلة الإرهاب الأساسية في سيناء التي نمت وتطورت في ظل إخلاق سيناء من وجود الدولة المصرية نتيجة نزع السلاح المتراتب على ما يسمى معاهدة السلام المصرية للإسرائيل طيب أستاذ عبد الحليم في نقطة حضرتك اتكلمت فيها أو أرجعت يعني استنتر التاريخ في محافة اللي علاقة بحوار وطني سابق أو محفلين بحدود الاختلافة أو إيه اللي حضرتك منتظر وتأمل أن هو يتحقق في هذه الدعوة وإحنا في 2012 طبعا الكلام كتير وكل الناس بتتكلم في اتجاهات مختلفة وطبعا بتتكلم من زاوية هو من المشرف على الحوار أكاديمية الوطنية للتدريب أو غيرها الكلام أيضا متعلق به إيه حجم هذا المؤتمر الذي سيحمل اسم الحوار الوطني أنا تقديري أنه الاتساع فوق اللازم يخلق مشكلة والتضييق فوق اللازم يخلق مشكلة أخر الاتساع قد يحول الأمر إلى معنى مهرجاني يعني ناس قاعدته اتكلمته وحد يطلع على المنصة وقلصنا وهذا آخر ما يمكن أن تطلع إلي لأنه طرف لا يحتمله حرج اللحظة التضييق أكتر من لازم أيضا قد ينطوي على استبعاد ومن هنا أنا متصور أنه جوهر هذا الحوار هو جدوى الأعمال أنا فيما أسلفت في جدوى الأعمال محدد طرحته مشتق من خط سير التاريخ أو الحدث المصري لكن قد يميل البعض الآخر إلى طروح جدوى الأعمال من نوع استخدامتها كلمة أنا لا أميل إلى استخدامها لأنه في الإصلاح السياسي نحن نحتاج في واقع الأمر إلى إحياء السياسي لأنه لا خلاف على مواة السياسة في مصر كتقديرا جزاي له أسباب كثيرة جدا أسباب منظورة تتعلق بالطوارئ والحالة العامة الخاصة بأولوية مواجهة الإرهاب هذا صحيح لكن كمان لو فتحنا القوس قبل كده بتلاتين سنة قبلها كانت حالة الطوارئ مفروضة طل وقت فده أثر لكن الذي أثر على مواة السياسة في مصر في تقدير وهذه ظاهرة مرعبة في بلد كبير بهذا الحاج أن يكون منسوب السياسة فيه متدني إلى هذا الحد قلب الظاهرة هو الفكرة التالية المجتمع هو الذي يمد السياسة بماء الحياة بمعنى فيه فرق بين سياسة التمنيات أنا أريد أنا أريد أنا أريد والله أنا ماشي في شارع تجاري عجبتنا حاجة أو كذا فإنما هذا حدث في مصر توازع مع كبوة التنمية بمعنى البلد دخلت مرحلة تصنيع كبرى في الخمسينات والستينيات وكنا حتى بعد حرب أكتوبر الف و سمية ثلاثة و سبعين رأساً برأس في سباق العصر مع كوريا الجنوبية معدلة التنمية واختراق التكنولوجي وإلى آخره بعد كده حصلت مفرقة المصرية مفرقة المصرية اللي هي ايه؟ بعد هزيمة سبعة وستين وهي هزيمة خاطفة يعني أنا ألاقوا سميها نكسة سمي الأشياء بأسماءها أثبت هذا البلد لأنه كان فيه حيوية هائلة مقدرة على التحدي وعد بناء الجيش وآخر وصلنا لحرب الف وتسعمية ثلاثة وسبعين وهي نصر عسكري بالتأكيد لكنه لما نتأمله حين نتأمله في السياق التاريخي هنجد في مقابل هزيمة الخاطفة في سبعة وستين بدأ نصر الف وتسعمية ثلاثة وسبعين نصراً مخطوفاً مخطوفاً يعني ايه؟ يعني ما أعقبه لا يكافئه لا يشبهه في مجالات السياسة والتنمية وكده جرت تفتيك التعباء العامة والتحول إلى حطام أخرجنا من سباق التاريخ وأخرج مصر من التأثير في محيطها والتأثير في داخلها وطبعاً كانت ذروة النكبة الكبرى في التاريخ المصري تلاتين سنة قبل خمسة وعشرين يناير 2011 هنا الخروج من هذا النفق والعودة إلى السباء بتستلزم أن نحن نحدد أو لو يعني أنا أريد للحوار أن ينحو نحو نحو الأضايا الأكثر جدية على نحو الذي طرحت وغير يمكن أن ينتصور قضايا أخرى لذلك أريد أن تخرج منه مسائل واضحة ظاهرة كالشمس يعني مسألة متعلقة بالمحتجزين وأنا أستخدم هذا التعبير عمداً حتى لا أدخل في لجاج حوالي اللي تحبس الاحتياطي ولا هو مسجون بحكم قضائي ولا غيره ولا طبيعته كل المحتجزين السياسيين يجب أن نضع خطاً واضحاً جداً بين السياسة والإرهاب كل المتهمين أو المدانين في قضايا خياسية لا شبهة فيها لإرهاب مباشر في تخديري يجب هذه مسئولية من بيده الأمر مسئولية صاحب المبادرة مسئولية الرئيس السيسي أنا أدعو لأنه يصدر رئيس السيسي بصلاحياته الدستورية وله صفتان كما نعلم رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية بصفتي رأساً للدولة يجب أن يصدر قانوناً أو يصح أو أطالب أو أي الصيغة المهم أننا عاوزين قانون عفو عام عن كافة المحتجزين لأي أسباب سياسية ولا يستسنى من هذا القانون غير المتهمين أو المدانين بإرهاب مباشر وهذا يستلزم طبعاً عدد من التغييرات في قوانين لصيقه يعني قانون الإرهاب الذي جرى التوسع في تعريف الإرهاب قانون الإجراءات اللي جرى فيه التوسع في فترات الحبس لإحتياط كل هذا يجي بمراجعته بس الجوهر أنا مش عاوز للمؤتمرين في الحوار الوطني أن يعيدوا منقشة موضوع المحتجزين السياسيين أنا أقدر طبعاً لجنة العفو الرئاسي وما تفعله وما جرى من الإفراج أو إخلاق سبيل المئات في الفترات السابقة لكن أنا أريد صدمة إيجابية كهربية في المجتمع تحاسس الناس أن إحنا بصدد الانتقال لوضع جديد لا تجرم فيه السياسي هذا الإجراء أنا أعتقد بدلاً من استنزاف الوقت والجهت داخل المؤتمر الحوار فيه الرئيس السيسي يملك بصلاحياته أن ينهي هذا الموضوع وهو يعرف طبعاً البيانات البيانات اللي بتطلبها لجنة العافة الرئاسي هي موجودة لدى الدولة وموجودة تحت نظر الرئيس ويمكن له استدعاء فيه صدق نظمة كبيرة تحسس المجتمع تحسس مصر وتبقى رسالة للداخل وللخارج أنه فيه نفس جديد في التاريخ المصر طيب بمناسبة استعمال حركة للمجتمع وللأولويات التي يمكن أن تدرج بشكل متوازي كما أشرت حضرتك في أجندة الحوار الوطني أو الحوار السياسي هل هذه الأولويات تخص المجتمع تماما كما تخص القوى السياسية يعني لها بعد مجتمعي المصريون مهمومون بهذه الأولويات بشكل متوازي مع ما يهم الشأن العام أو ما يهم الأحزاب السياسية يعني الحقيقة دا استفسار وسؤال في محله تماما أنا منطقي ببساطة أنا ده الهارم كده القاعدة الواسع أكيد الجوانب نمرة اتنين اللي هي التحول إلى اقتصاد انتاجي وليس اقتصادا ريعيا عانينا منه ونعان وبندخل في دورة مفرغة من الاقتراض وعادة الاقتراض وهكذا دي تهم كل المصريين وتهم التاريخ المصري وتهم مكانة مصر في العام أكيد رد الاعتبار العدال الاجتماعية يهم كل المصريين في بلد تسعين مليون مواطن من المية وكذا مليون أنا بعتبرهم يعني في مصريين مصر الفقراء والطبقات الوسطى وطبعا نتيجة التغيرات التي جرت نزلت أغلب الطبقات الوسطى إلى تحت خط العوز فأكيد طبعا تهم غالب المصريين وملايين وعشرات الملايين المصريين الاقتصاد وكذا وقبلهم فكرة الاستقلال الوطني لا يحيى بلد بدون استقلال الوطني يعني أن نصنع قرار قاهرة في القاهرة لا في أي عاصمة أخرى حد يقول لي هو كان بيصنع في عاصمة أخرى قال له نعم والرئيس السيسي نفسه قال كده أكتر من مرة قال فيه تليفون كان بيجي في الفترة التلاتين سنة السوداء فهنا أما أتكلم عن الفساد أكيد يهم عشرات الملايين من الناس لأن الفساد في مصر تحول من الحراف سلوكي إلى ديانة إنجاز التعبير أنا أسف لاستخدام هذا التعبير بس أردت أن أضح عظم الأمر يعني وصل الأمر لأنه سؤل عن الفساد في دار الإفتاء قبل 2011 وتقال إنها إكرامية ولو أنت أصب بقى تحقيق مصلحة مشروعة يمشي الحال فيه كارثة من توظيف الأموال إلى المستريحين إلى الفساد البيروقراطي إلى تدني كفاءة البيروقراطية وهو شكل من أشكال الفساد إلى اتخاذ قرارات والعودة عنها بما يضعف الثقة في الوضع الموجود المجال العام أكيد يهم طائفتين في عملهم يهم السياسين أو يعني من لهم اهتمام بالسياسة ويهم الإعلام عموما كلام ده فتح المجال العام كمان له أثر في المجتمع صحيح إنه يبدو نظريا أنه يهم فئة أضيق من إعلام طبعا حتى لم بكلامي عن المحتجزين مهم يعني تقديري طبعا لا توجد أرقام مدققة عن عدد المحتجزين لأسباب سياسية لكن بصفة عامة كده إلى أن يوفروا أرقاما مدققة يوفر من بيدهم الأمر أرقاما مدققة أنا متصور إنه فيه أسر كل محتجز له أسرة وفيه خمس أسر حولها على الأقل في حال وأنا مش بكلم عن مش بضرب رجما بالغيب أنا تعرضت لهذا الكلام وفيه قضية ثبت إنها يعني انتهت إلى لا شيء فالفكرة هنا أنا عاوز أفكك الاحتقان الاحتقان فيه احتقان سياسي وفيه احتقان اجتماعي وبصورة واضحة أنا مستبعد على الأقل في هذه المرحلة وإلى مدى يعلمه الله جماعات الإرهاب أخوانا أو غير إخوان هذا كلام واضح جدا الإخوان وغير الإخوان لما نيجي بقى الموضوع للإخوان نبقى ناقش في وقت آخر إيه العمل وعنواني عندي الحل الذاتي لجماعة الإخوان وكل الجماعات الدينية بعد ذلك كل المواطنين والمواطنين سواء في الحقوق والوجبات لحد ما هم يحلوا ذاتيا أنا أعتقد أن الأمر الإخوان سيظل معلقا ومرفوضا سوى أيضا أن فيه دم ميراث دم مادلة ساخنا فهنا فكرة أنه يهم كل الناس أنا ما جاء أقول أنه أتكلم عن الأحزاب أنا لو كلمت عن الأحزاب كفئة منفصلة عن المجموع عن المجتمع أقول ببساطة هو المجتمع ده ليه اللي حصل فيه في الفترة من 76 رغم إعلان ما يسمى التعدد الحزبي لحد 2011 وإيه اللي جرى بالضبط؟ اللي جرى بالضبط أن المجتمع هاجر من المجتمع هاجر من المجتمع يعني حصل هجرة تاني هجرة في التاريخ بظاهرة العودة الدينية وهجرة في الجورافيا بحثا عن الرزق حصل إخلاء اجتماعي المجتمع اللي بتاخد منه السياسة ماء الحياة يعني الرغبة في التطلع الأفضل كان ذلك توازيرا مع الخروج من التاريخ تضخم ظاهرة اليمين الديني كان غطاءا على خواء فهنا اللي حصل بعد 2011 كان متوقعا مني بصورة مطلقة يعني في كتاب العام الأخير اللي صدر 2008 قلت ببساطة مبارك ميشي هيحصل التالي ثلاث سنة اليوهات متدخلة إذا حكم الإخوان إذا حكم الجيش كل هذا الرعب الرعب الذي ينتظرني وقلت ثلاث سيناريوهات متدخلة فهنا فكرة السياسة بمعنى البرامج وبعنى نمو لا مش معنى البرامج سأسأل حضرتك أيضا بالمنطق المقابل لو ستأدن طبعا هل لدى حضرتك شك أن قطاع لا بأس به من المصريين ومن مجتمعات مرت بنفس التجربة المصرية أن لديها ما كان يوصف أحيانا بالكفر بالسياسة يعني وجدنا فتح قد يكون زائد في المجال العام تنظيرات في مسائل تقنية وفي مسائل متخصصة وفي غيرها تنظير أفلاطوني وحالم أكثر مما ينبغي في المجتمعات لديها أولويات قاتلة في بعض مشكلاتها وعندما تصدل بعض الأمر بدأ وكأن هناك مشكلة حقيقية في الإدارة خلل كبير في الإدارة من سياسيين أصحاب تنظيرات وخلافه أنا لا أتحدث أيضا عن ما يوصف بالطيار دي سلب التفريغ المجتمع من السياسة هو الذي قدنا إلى هذا المنصق بالعكس الناس كفروا لأنه تصوروا أن السياسة هي ثارثار إيه الناس كفروا بالتطفل باسم السياسة بإنشاء أحزاب سورية ومجرد تسجيل في لجنة الأحزاب وكذا 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 أنا لا أتكثر عدد الأحزاب فرنسا فيها ألفين حزب هي القضية مش قضية عندك كم حزب القضية قضية هو قدي إيه هذه الظاهرة مرتبطة بالناس عشان أعيد ربطها بالناس لابد أن أنظر في أشياء كثيرة جدا واحد إن عجلة التنمية والتصنيع لما توقفت انتهت السياسة في تاريخ البلد اتنين ولذلك أحسب إنه خمسة وعشرين يناير وحتى تلاتين يونو عمل احتجاجي وليس عملا تغييريا لأنه العمل التغييري معناه إنه أنت بتشيل حاجة وبتحط حاجة مكانها الحقيقة لا تعرف الفرار من الفيزياء للسياسة كذا إنه أنت قبل 2011 كان عندك جماعة اليمين الثارة وإنجاز التعبير نتيجة الشفط ونهب العام على كراسي السلطة وجماعة اليمين الديني على كراسي المجتمع حصل انتقال كراسي الموسيقية عكس مغزة رغبات الناس في الميدين هنا هذه المفرقة لا يملأها إلا السياسة لأنه أنت السياسة بمعنى اللي هي المجتمع المجتمع السياسي اللي هو الأحزاب النقابات الجمعيات المجتمعيات كذا حيوية هذه لك حيوية بين من إيه؟ من نسبة الإقبال على التصويت من أول النقابات لحد الانتخابات القاعدين من عدم تأجيل دورات الانتخابات يعني إحنا في انتخابات المحليات لفع عشرات الآلاف من الكراسي لم تأجيل انتخابات محليات حتى سوريا منذ عام 2008 من خمستاشر سنة تقريبا هكذا أنا عشان أعيد هذا الربط لابد أن أبحث عن الخلال الخلال عندي فيه خلال على مدى أطول اللي هو فكرة أما يستأنف المجتمع وهو يستأنف جزئيا الآن حركته للتنمية والتصنيع هيفرز طبقها وسطها يتسع نطقها وبالتالي يحدث يحدث إرسال وتلقي هذا ما نسميه السياسة وعي اتنين في جانب تاني إجرائي إزاي تزيل العوائق أمام النبتة الصغيرة لكي تنمو هي لن تنمو فجأة أنا يعني لن بإزالة كل القيود لن تنمو فجأة طب إزالة العوائق إنما تحتاج إزالة العوائق هل هي هتحتاج اتفاق مشترك أو ملف بعينهم بين مختلف الأحزاب اللي هتكون مشاركة في هذا الحوال الجهات الطيرات إن إحنا بنتكلم هنا عن ملف بعينهم هيكون فيه اشتراك في وجهات النظر فيما تعلق بهذا الموضوع وإيه ممكن يكون هذا الموضوع واحد أنا تحدثت عن موضوع المحتجزين السياسيين وقلت رأيي الابتعاد عن اللجئات والابتعاد عن العمل بالقطع الرئيس السياسي في أعمال كثيرة جدا بيؤمن بمنطق وجوب الإنجاز في أقصر وقت وبأقل تكلفة وبأكثر جودة أنا قلت بهذا المنطق نفسه رأيي في موضوع المحتجزين لكي أزيله من علامة إيدة الحوار وللأخلق بيئة للداخل والخارج تقول أن شيئا ما يحدث في مصر جديد طبعا فيه أشياء كثيرة تحدث في المجالات الأخرى عشان بس ما أقعني اتنين عشان أكلم عن الأحزاب الرئيس السياسي سأنتكلم أكتر مرة أن الأحزاب المتشابهة تنضم مع بعضها وتكون حزبا واحدا هي فكرة تبدو لطيفة من الزو الأخلاقية لكن هذا لا يحدث في التاريخ الذي يحدث أنه في محاولة كل دعوة حزبية أن تجد لها جمهورا في نظم انتخابية تساعد على ذلك ونظم انتخابية تعدم ذلك النظم الانتخابية سواء القائمة المطلقة أو الفردي يعدم معنى تعدم معنى السياسي النظام القوائم النسبية غير المشروطة وهنا البعض يقولك أن القوائم النسبية قوائم أحزاب لا مش قوائم أحزاب غير مشروطة يكونها أي جماعة من الناس هي الوحيدة اللي هتكفل أن هذا العدد من الأحزاب يختصر لأربعة أو خمسة فأربعة أو خمس قوائم أن يبقى لها دعوة سياسية أو آراء سياسية ممكن تميزها إلى الوسط أو اليمين أو الياس أنا لفت انتباه أن حضرتك أتيت إلى الانتخابات وكأن الانتخابات هي السبب الانتخابات نتيجة أو على الأقل هي الثمر التي ستجنى من الأحزاب أو ستجنيها الأحزاب عبر أنشطتها السابقة على العملية الانتخابية أنشطتها السابقة أحزاب بلا جمهور أحزاب بلا وجود على الأرض أحزاب بلا أيديولوجيا واضحة أحزاب بلا خطاب يستطيع الشارع العادي أن يتقبلوا وغزبون الفعل لا نستطيع أن نقول أنه أنهي مين بالضبط الأحزاب التي بلا أيديولوجيا بلا جمهور بلا كذا لما تعوم ما حدش هتفترض أنه هو القادر على العوم إلا حين يوضع في حمام السباحة أو في البحر بمعنى أكثر وضوحة أنا عشان أتكلم عن عمل حزبي هل تستطيع أن تحدثني عن آخر مؤتمر جمهوري عقد أي حزبي في هذا البلد يولام الحزب ولا أولام أنا لا يولام الحزب لا القيوت الموجودة التي تمنع كذا وكذا وكذا الحقوق الإساسية المنصوص عليها في الدستور حق التظاهر حق الإضراب حق الاعتصام حق كذا ما هو منصوص عليه في الدستور بمنع الحبس في قضايا الرأي إلا في أوضاع معين إلى آخره أنا عاوز أطبق الدستور زي ما هو وإلا الدستير إحنا بنعاني في مرسم إن الدستير بنعملها وننساها أنا عشان كده قلت أكتر مرة إن الفصوص أهم من المصوص التطبيق العملي ومن هنا لما بتكلم عن النظام الانتخابي لا أتحدث عن شيء محايت مش كلها محصلة بعضها جير صحيح وإلا ما تطورت النظم الانتخابي فيش حد في الدنيا بيشتغل بنظام القوائم المطلقة إن قرضت من أربعين سنة فاته الجزئية الأساسية إنه أنا عشان أعرض على الناس أراء في انتخابات القوائم النسبية غير المشروطة التي أدعو إليها وادعو إليها غيري تضمن حاجتي تضمن كل صوت انتخابي له قيماته التمثيلية اتنين تضمن إن الناس تبدأ تتعود تميز إنها بتبدي صوتها لآراء مش لناس يملكون المال أو يملكون العزوة القبلية أو كذا فهي بصفة عامة فكرة السياسة ليست فرثرة هي متعلقة بإنه تزال كل القيود على حلوية التنظيم حرية الحركة حرية التجمع السلمي وأيضا يعاد النظر في القانون الانتخابي على النحوة الدستور بتاعنا القائم دستور 2014 لم يحدد نظاما انتخابيا بعيد ترك للمشرع أن يختار النظام الانتخابي الملأ ما أدعو إليه زي صدمة التي أدعو إليها قانون العفو العام ده وليه بقول قانون مش قرار لأن القانون الذي يمرر من خلال مجلس النواب سيلزم كافة اللقيقات بما في النيابة العامة هيسر لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يتدخل في قرار بإخلاق سبيل محبوسين لا بد من قرارات من النيابة العامة هو يستطيع يملك بالصلاحيات أن الذين صلبوا ضدهم أحكام أن يعفوا عنهم كلا أو جزءا أو يغير الأحكام أو كذا فهنا معنى القانون مختلف عن معنى القرار اتنين الفكرة كما هذه الصدمة مطلوبة مش صدمة بالمعنى الإيجابي الصدمة بالمعنى الإيجابي أيضا مطلوبة في أنه انتخابات المحلية المعلقة اللي فعل فوق 60 ألف كرسي اللي هي تشكل قعدة الوسعة للاهتمام المباشر بالمشاكل الحياتية للناس قعدة الوسعة هذه القعدة الوسعة أنا بادعو لإجراء الانتخابات المحلية بنظام القوائم النسبية غير المشروطة خاصة أن الدستور فصل في انتخابات المحليات توزيع المنقاعد 50% لنساء 25% لنساء و25% للشباب أنا ومش حابب أبدو كما لو كنت يعني الوجهة المقابلة لكن ده بأس أن يكون الحديث بهذا الشكل بذكر انتخابات المحليات وهي مطلب وكان للرئيس عبدالفتاح السيسي حديث في أكثر من حسبة عن ضرورة أن نعكف على إقرار قانون متوازن في هذا الإطار لكن هل يستشعر أي من سكان صعيد مصر ومحافظات الدلتة أن هناك خلل الجسيم يمس حياتهم لأن حزبا ما ليس متعاطية أنا أتكلم عن منطق الانتخابات الانتخابات التي ستفرز قادة في هذه المحلية أنا أطلب أن يكون واضحا أن الأمر يتعلق بفكرة الزرع السياسي مش حزبا ما الحزب الذي يحيا ويموت ككائن حي فيه كائنات بتدهس في رحلة التطور الفكرة الأساسية أن تخلق ملعب وقواعد للعمل لكي يثبت من يستطيع البقاء أن يبقى ومن سيزول سيزول فهي دي الفكرة الأساسية إنما مش فكرة أن أنا أحدد من خلال أي جهة أو غيره من اللي يترشح ومن اللي ما يترشحش وشيء من هذا القبيل لأنه دي نظرة للمجتمع لا أعتقد من رئيس السيسي اللي بيشيد بالمجتمع في كل لحظة المفروض هذه الإشادة وهذا الاحترام يتجسد فيه ممارسات ونحن لسنا بدعا بين الأمم مش إحنا أول دولة في التاريخ ممكن نكون أول دولة في التاريخ في التاريخ القديم أو كذا مش إحنا أول دولة لاتكلم عن الديمقراطية ولا تكلم عن التصنيع دي أنا الفكرة دي فكرة بائسة جدا في تقديري فيها إعادة اختراع للعجلة ده مضيعة للوقت والجهد والوجدان الفكرة الأساسية أن عندنا أمم أكم أمم سبقتنا في التاريخ وأخذت طرقا مختلفة يعني في أمم سبقتنا في هذا الباب أنا لست مولعا لست من المولعين بفكرة المباراة لكن في النهاية المباراة النظرة للسياسة يجيب أن تختلف مسترسرة دي عمل والكلام اللي بنقوله مشاكل الناس مشاكل الناس نمسكها مش هنمسكها لها بعمل لو إحنا بنتكلم مثلا إن إحنا بنوفاجأ بأشياء زي المستريحين المستريحين دول ما ظهروش بين يوم وليه لا يعني أستاذ عبد الحليم أعايز أقف معاك عن دون نقطة دي قبل ما نكمل حضرتك بتتكلم على نتائج من الممكن أن نتوقع خروجها من هذا الحوار الوطني ونقدر نقول أن في حاجة تغيرت في هذا المجال وفي هذا الملف في القطع ده تحديدا طيب لو جنبنا قانون المحتجزين اللي حضرتك بتقول عليه ما هي النتائج المتوقعة اللي حضرتك بتتكلم أو من المتوقع أن هي تخرج نقول آه حقيقي حصل التغيير أو في نتائج خرجت من هذا الحوار الوطني واحد ما أشرت إليه وده طبعا بيد الرئيس أنا أريد أن أنا أزيله من علامة إيدة الحوار لأنه أنا واقعي في صلاحيات واضحة للرئيس وطبعا مع تقديري لكل الجهد اللي بيجري باسم لجنة العافة والرئاسة وهو جهد له تاريخ من سنوات يعني فأنا أريد أخذ الأمر بالجملة في هذا الجانب طبعا هذا بذاته سوف يعني يزرع لدى كل مهتم وأنا مش بقول له كل مدعو الحوار مهتم إنما هذا رأي أتنين فكرة إطلاق حريات الحركة والتنظيم وصولا للقانون الانتخابي على النحو الذي شرحته سيكون نقلة أخرى تلاتة إحنا هنعمل الحوار إزاي؟ بمعنى أنا تصوري الأمثل إن فيه انعقدات يعني ملف السياسي تختص به لجنة أو جانب والملف الاقتصادي والملف الاجتماعي والملف كده لكي نصل إلى نتائج معنى أكثر وضوحا هو أنا لما أتكلم عن العدالة الاجتماعية أنا أصدق إيه؟ أنا بنطلق من واقع في تفاوت سرات هائل في مصر تحولت إلى مصرين أو أكتر أمصار الحقيقة نتيجة مراس طويل جداً خاصة تلاتين سنة قبل ألفين وواحد عشر سنوات الفساد الأعظم بإمتياز فأنا عشان أصلح فيه أفكار فيه أفكار مطروحة عن أنا بوزع أعباء فيه أعباء تحملها التسعين مليون شعب التسعين مليون بعد ما أسمي بالإصلاح الاقتصادي وكذا وكذا فالتوزيع العادي لهذه الأعباء يتطلب إعادة النظر في النظام الضريبي فيه نظام ضريبة تصعودية وفيه أفكار عديدة ترحت حول فكرة ضريبة الثروة وفيه أفكار عديدة ترحت حول سوء العمل سوء العمل في مصر سوء عشوائي تماماً زي سوء التجارة سوء العمل أنا هاجد مثلاً لما سيادتك تقولي أنا رفعت الحد الأدنى للأجور لألفين وسبعمائية لألفين وسبعمائية لألفين وسبعمائية ده يهم الناس ولم يهمش الناس ده تجوهر أمية الناس ما رأيكم ده مفضلكم أن هذا الكلام لا ينطبق إلا على شريحة محدودة من قوة العمل في مصر هي العاملة في الجهاز الحكومي أو حتى فيما تبقى من شركات القطاع الأعمال طيب ماذا عن العاملين في القطاع الخاص من أول البقالة لحد كذا؟ طبعاً فيه أشياء فيها مستويات أجور لكن الأغلبية ليست كذا إلى الآن آخر تصريح للسيدة وزيزة التخطيط أن إحنا لسه هنلزم القطاع الخاص بأنه يعمل حد الأدنى للأجور ألفين وربعمائية مع العلم أنه حتى الألفين وربعمائية والألفين وسبعمائية هي نصف ما يكفل أن يبقى المرء عند خط الفقر فده مثلاً وضع يتعلق بالعدلة العدلة بمعنى إيه؟ في قانون يسري على الجميع فيش حاجة اسمها إن أنا نقي وفيش حاجة اسمها إنه والله عشان الاستثمار والكذا 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 هذا وضع إحنا خبرناه كلمة الاستثمار دي بتتردد على أسمعنا منذ بداية التسعينيات أو زي نحفز الاستثمار نعرض الاستثمار نطول الاستثمار والأخير شوفنا فإحنا محتاج أن نكون دولة بتنضي بقاونين دولة الرئيسي سحظر من فكرة شبه الدولة الدولة كمان يعني قانون الدولة قانون دولة ينطبق على الجميع لما يصدر قانون بأن الحد الأدنى الأبور يرتفع ينطبق على كافة العاملين بالإلزام التأمينات وإحنا عارفين كيف الوضع في أغلب القطاع الخاص حتى لا أعامل أيضا الكلام عن فكرة الدعم مثلا وده ضم التزامات الحماية الاجتماعي كثير من الكلام بيقال أحيانا يعني بيجري تسييد نظرة تنظر لأنه أنا عاوز أشيل عن كتف الحكومة وعبدنا نرمي على كتف أي حد هذا الكلام محتاج إعادة نظر وإحنا أعيد النظر فيه فعلا بجريان الأمور تذكرون الكلام عن رغيف العيش اللي تهارب منذ فترة ثم بعد كده مع الأزمة الاقتصادية أنا قلت وجهة نظر تأخذ في عين الاعتبار الحمل الحكومي أو العبء الحكومي والناس أيضا قلت يا أخواننا إحنا محتاجين قاعدة بيانات صحيحة بمعنى أنتوا بتقولوا أنه خط الفقر تحته 29.13% هذا هو الرقم المعلن من قبل الحكومة يعني 30 مليون أو أكثر من 30 مليون عندكوا تحديد لل30 مليون دول؟ يعني هم أحمد ومحمد وجورج وكذا 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 هم فين؟ تقسيم جغرافي وضعه الجهاز المكازل التعبير العامة والإحصى في البحث اللي حاكي شرفت ليه؟ بيانات بياناتهم مسمى بمعنى لو عندي بيانات مسمى وعندي ثقة بأن دول تحت خط الفقر وتبقى لكلام الجهاز المركزي التعبير والإحصى أنه بيتكلم عن دخل خمس تلاف جنيه في الشهر للخمس أفراد أنا لو عندي ده هقول والله رغيف العيش المدعوم اللي هو بشيلن وبدل ما ععد أقول بشيلن هو حد لسه يعرف الشيلن لا في ناس ما بتشوفش الشيلن فأنت بدل ما أقول هقول رغيف العيش ده المدعوم ده مجاناً بس المين؟ مش لـ 72 مليون المسجلين على جطاقات التمويل للـ 30 أو الرقم الذي يطمئني إليه إنه تحت خط الفقر شرط إلى أن يخشى أن يتحول الأمر كما لو كان فرفرة كما يفهم بعض المصريين عن السياسة أنها لا تعد وأن تكون فرفرة حضرتك إذا كنت شايفة الكلام لا العفو لا 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 أنا مستحيل لا 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 إطلاقاً لا أصدر عبد الحليم إزاي؟ حضرتك أشرت إلى التأمينات إلى المحليات إلى المجال العام إلى الضرائب إلى الاستثمار إلى مسائل وقضايا قد تتفرع إلى الأجور إلى كل هذه القضايا هل كل الأحزاب التي قد تدعى أو قد ترغب في أن تنضم إلى هذا الحوار لديها أجندة محكمة حوالين هذه النقاط ثم هل يمكن أن نخرج من حوار مجرد حوار وطني بمجموعة أولويات محددة ولا نغطي كل هذه النقاط فيتحول الأمر كما لو كان تجاوز دخدرات الدولة لدينا طريقان إما إننا أنا أؤكد فقط على أن أنا لم أقصد مطلقاً ما عليش أنا أبهذر أنا عارف أنا أقول إيه الكلام لدينا طريقان لأن نتحدث عن شيء مثمر إما أن نخصص هذا الحوار للملف بذاته وليكن الملف السياسي على نحو الذي شرحت فنخرج منه بنتائج مسبوقة بفكرة العفو العام هيكون نتيجة محسوسة عنوانها إحياء السياسي ثم بعد ذلك نعقد مؤتمر اقتصادياً يدعى إلي دو الشأن أو مؤتمر اجتماعي أو كذا الفكرة الأساسية في تقديري أنا أحتاج لزرع الثقة للكلام الناس بتسمع كلام في التلفزيونات بتسمع كلام كله كلام وزي ما بتقول كده كثرة الكلام تموت القلب فالفكرة أنا عاوز أقدم ألقي في روع الناس في وجدانهم وفي قلبهم لا إن حابل نقصد إحنا إحنا جادون في هذا التحول جادون جداً وهو ماشي فأنا أفضل أنا لا أعرف الذين نظمون هذا الحوار ماذا سوف يفعلون لكن أنا أحذر من التحول للمعنى المهرجاني معنى المهرجاني هيطلع أي حد بيقول أي حاجة وكذا وإحنا عاوزين نقول إنه المجتمع مش جيش المجتمع طبقات وفئات ومصالح بعضها متعارض والسياسة وظيفتها إنها تركز على التنقضات الثانوية فتلغيها أو تتجاوزها وتحدل التنقض الرئيسي للبلد ككل هنا يتكتسب السياسة معنا مختلفاً عن الثرثرة فأنا قدام صيغة من سلطين إما نقول أنا أعقد الدورة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني مش هو مؤتمر الحوار الوطني في الملف السياسي فقط وهنا يكون طبيعياً أن تدعى الأحزاب أو غير الأحزاب أو كذا فتحديد يا إما أنا عشان أضيق يا إما دائق الجدول ووسع القاعدة المشاركة ده قد يكون هذا هو الاختيار الأفضل اتنين لما اتكلم فيه تحويل الاقتصاد الاقتصاد انتاجي ماش اقتصاد ريعي وأولوية التصنيع وأي نوع من الصناعات وأن البيانات الأساسية عن دخل البلد وعن توزيع الموازنة تكون متاحة وكذا وكذا والديون اللي موجودة وكذا طبعاً ده مؤتمر يعني لا بد أن تحضروا جهات الاختصاص يحضروا اقتصاديون والبلد مليانة حتى لو كانوا حزبيين لا مش بالضرورة بقى أجيب كل حزب أقوله خبيرك الاقتصادي لا الاتجاهات الأساسية فيه تفكير الاقتصاد فيه اتجاهات بتاميل للاستثمار العام وفيه اتجاهات بتاميل للاستثمار الخاص وفيه اتجاهات وكذا المعنيون وسبق في بداية عصر الكذا سنة أوائل التاميلات عن عقد ما يسمى المؤتمر الاقتصاد لكن لم يؤخذ بما انتهى إليه فهنا أنا عشان أوفر قدر أعلى من الجدية أنا مع استخلاص كل عنوان وعقد دورة لهذا العنوان طب فيه طرح ونقطة عايزة أخذ رأي حضرتك فيها يعني سريعا أستاذ عبد الحنيم يمكن حضرتك قلت جملة وكلمة في غاية الأهمية أنه لما تسألت امتى آخر مرة شفنا مؤتمر جماهيري لأي حزب من الأحزاب ويمكن أحمد قال ده يلام عليه الحزب أو يسأل فيه الحزب أستاذ عبد الحنيم لابي استحصل بما أن هذا الحوار الوطني اللي معني به أو مخرجاته نتائجه طوارق أستاذة كان سريع وحالة الطوارق تعتبر تنمو خمس أفراد تجمهورا وعاقب عليه القانون حالة الطوارق أزيحة من نوفمبر في معطاء يعني من شهور ولسه عاوزين نشوف التطبيعات طيب خليه أقول لحضرتك الترحق سريعا لو المواطن المصري هو اللي معني بمخرجات ونتائج هذا الحوار الوطني إيه الدور اللي على الأحزاب وإيه اللي المفروض الحزب يعمره دلوقتي عشان يحقق المطالب اللي عايزها المواطن والله هذا متروك للأحزاب أنا لست أعودهم في أي حزب بس الفكرة الأساسية أنا بتكلم عن معنى السياسة ومذهبي في هذا الكلام حاجتي إنه على المدى المتوسط والطويل إعطاء السياسة معنا جديا مؤثرا في قلب المجتمع مرتبط طرديا بالتقدم في التنمية وفي التصنيع بالذات التصنيع هيعمل أولا هو العلامة الفريقة بين التخلف والتقدم مهما عملنا في أي مجال آخر وطبعا الزراعة في ذاتها أصبحت عملا صناعية ماشي فده المعنى مشمول والصناعات التقنية أيضا فده المؤشر ده هيعمل إيه؟ هيحل محل الوردة وإحنا عندنا مصيبة كبيرة جدا اللي هي فرق بين الوردات والصدرات صحيح أنه جرى زيادة في الصدرات في السنوات الأخيرة قاربت لـ 44 مليار دولار في السنة الأخيرة بينما الوردات 77 مليار دولار فيه فجوة كبيرة الفجوة الكبيرة كمان فجوة نوعية الموارد الأساسية الحاصلات الأساسية وأيضا الصناعة الصناعة في مصر صناعة على ما تفرد بمعنى أنها بتعتمد على مشترزمات إنتاج كتير أضرب مثالا صناعات الحديد مثلا فيه في صناعات الحديد البلد اللي هي العديدة الخامة الأساسية الخامة الأساسية الخامة الأساسية وفيه الدرفلة اتحولت مصانع الحديد لورش درفلة عشان تحاول تكسل مش لأنها لا تستطيع صناعة البلد فهنا الإعطاء الجدية عندي أنا مش فاصل بين السياسة وبين الاقتصاد وبين الثقافة المكتملة هذا الفصل فصل خارج التاريخ لا أنا عندي نقطة في هذه لابد من ربط هذا الربط وزيح العوائق قدام القطاع الخاص زي ما بتقال أي نعم بس أنا سوف كيف سأقيم القطاع الخاص نعم ثقافة القطاع الخاص يجب أن تكون صناعية لعقارية طيب النموذج الصيني قد يحمل رد ما سنترحه على حضرتك في وقت لاحق لأما الصين تقدم نموذج مختلف تماماً حزب الشيوع الصيني لديه في ذلك قول سأترحه على حضرتك إن شاء الله إذا ما تأسر الأمر لحقاً أشكر حك شكراً جزيلاً أحلى حضرتك يعني لم أغر صدرك بالسؤال إطلاقاً أنا حك توقفت عندما سألت حك النموذج الصيني أنا ليه في كلام نموذج الصيني في قلبه السياسي في حزب إيدولوجي نحن تجاوزنا الوقت بكثير شكراً جزيلاً لحضرتك أشكر حضرتكم على كرم المتابعة وأشكر زميلة نادة رضا كنت معها في هذه الحلقة من الحوار الوطني عند رأس الساعة بإذن الله حلقة جديدة من إكستراليوم كونوا معناً ترجمة نانسي قنقر